طيب اللي وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوين تقرير حقوقي يكشف ما حدث قبل عام في إحدى مديريات حجة ومن الصحافة العربية الشرعية تتهم الحوثيين بتدمير حياة أربعة ملايين طفل في أخبارنا المنوعة كويكب بقوة ثلاثين قنبلة نووية يقترب من الأرض أهلا بكم أثارت الحملات العنصرية التي تنفذها قوات انفصالية جنوبية اليمن ضد أبناء المحافظات الشمالية موجة استياء واسعة انعكس أثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تخاذل حكومي إزاء تلك التصرفات استياء يمني واسع إزاء حملات عنصرية ينفذها دعاة الانفصال الجنوبي في البلاد ولليوم الثالث تواصل قوات الحزام الأمني الخاضعة للمجلس الانتقال الجنوبي المدعوم من الإمارات منع المواطنين من المحافظات الشمالية من الدخول إلى عدن والتي تتخذ الحكومة الشرعية منها عاصمة مؤقتة للبلاد وشهدت المدينة حملات مضايقات عشوائية للمواطنين وأعمال ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية ونهب لممتلكاتهم عقب هجوم الحوثيين على معسكر الجلاء غربي عدن ردود الفعل كانت منقسمة بين من يدين تلك الأعمال المناطقية ويدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة الحوثيين وبين من يصب الزيت على النار ويطالب برحيل المواطنين محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أعلن عن قرار قضى بتشكيل لجنة لاستقبال وإيواء المهجرين قصرا وكلفت اللجنة المشكلة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية لتوثيق عملية التهجير وفق المعايير الدولية لمثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتهجير القصري أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات تقريرا حديثا كشف عن انتهاكات مرعبة ارتكبتها مليش الحوثي بحق المدنيين في حجور بمدرية كشر التابعة لمحافظة حجة وعنونا موقع الصحوانات أكثر من 11 ألف انتهاك تقرير يكشف انتهاكات مرعبة ارتكبها الحوثيون بحق أبناء حجور ووفقا للتقرير فقد تنوعت الانتهاكات بين القتل العمد والاعتداءات الجسدية والاعتقالات والاختطاف والاخفاء القصري وعمليات التهجير والنزوح القصري إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية انتصار التحالف كان سيعني تقسيم اليمن إلى دويلات واحتلال جزره وسواحله واغتصاب سيادته واستقلاله والوصائع عليه إلى ما شاء الله ذلك أن المعركة التي قادها هذا التحالف الغادر كانت من أجل تحقيق هذه الأجندة وأنكم أقصد الشرعية ومكوناتها وأحزابها ومسؤوليها لا تجسرون على قول لا لأي أمر يمليه عليكم صغار ضباطي ومسؤولي التحالف فكيف بكبارهم هذا ما بدأت به الحائزة على جائزة نوبل السلام توكو كرمان مقاله والذي جاء فيه دعكم أيضا من نوايا الذين قاتلوا معهم من الجيش والمقاومة فما دامت أسلحتهم ورواتبهم وتغذيتهم تأتيهم من الرياض وأبو ظبي مع التوجيهات والأوامر فلا معنى لنواياهم الحسنة ولن تغير تلك النوايا شيئا من الأجندة الشريرة للتحالف تجاه اليمن إلى نتائج إيجابية على الأرض لقد تحولوا برغم حسن نواياهم إلى مجرد بيادق مستأجرين ينفذون أجندة المحتل الذي يشهدونه يدمر بلادهم ويمزقها ولا يحمل نفسه حتى عناء معالجة من يسقط منهم جريحا أو رعاية أسرة من يسقط شهيدا هذا ليس مديحا للحوث ولا اعترافا بانقلابه ولا غسلا لجرائمه بل على العكس هذا تصويب للوعي الذي لا يمكن استعادة وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية التي يحلم بها اليمنيون بدونه هناك كثر مدفعون بالإحساس بالقهر من انقلاب الحوثي رحبوا بالتدخل أو صمت عنه في البداية ظنا منهم أن السعودية قد تابت وقد عزمت على تغيير سياستها التاريخية تجاه اليمن تلك السياسة القائمة على التآمر لإبقائها ضعيفة أولئك قد يكون لهم عذر في بداية الأمر قبل أن يتبين لهم خيبة ظنهم لكن ليس بعد أن تبينت حقيقة أجندة التحالف بعد أشهر من الحرب فأي عذر لهم بعد خمس سنوات من يستطيع أن يقاوم الحوثي من موقع آخر لا يحقق فيه أجندة التحالف ولا يديره التحالف ولا عملاء التحالف فهو يزاول حقا مشروعا بل ويؤدي واجبا وطنيا أيضا مدام الحوثي مغتصبا الحكم بالقوة والقهر من لا يستطيع أن يقاوم الحوثي فليعارضه ولا يعترف بانقلابه كل ذلك مشروع وكفاح وطني لكن ليس وأنت بيدق في يد التحالف ولا تملك شيئا سوى أن تنفذ أجندته أنت للأسف تزاول خيانة بحق بلدك وهي بعد خمس سنوات خيانة مع سبق الإصرار والترصد وما دمت بيدقا بيد التحالف فلست بطلا ولا مقاوما ولا ثائرا بقدر ما أنت مرتزق وخاء ونواياك الحسنة لا تغير في الواقع أي شيء وما دمت في صف التحالف فأنت لا تقاوم الحوثي أنت بهذه الحالة تخدمه تخدم انقلابه تجعل منه عملاقا يحتربه العالم ويتعاطف معه ويسعى للتحالف معه الحرب التي أرادوا بها تقسيم اليمن وتدميره لم تسقط الحوثي بل ستقويه حتى لو استمرت ألف عام ستحوله للأسف إلى بطل مدافع عن السيادة وهو موقع لم يكن يحلم به ولا يستحقه إلى موقع المصدر أولاين والذي عنونا في صفحته الرئيسية أطلقوا النار عشوائيا وسط سوق مرافقوا مدير أمن إب الحوثي يقتلون شابا ويصيبون اثنين آخرين وقال مصدر محلي للمصدر أولاين أن مرافقي القيادة الحوثي محمد حفظ الله الحمزي المعين من قبل الميليشيات مديرا لأمن محافظة إب قتلوا شابا يعمل سائق دراجة نارية وأصابوا اثنين آخرين وأضاف أن الشاب قتل أثناء اقتحام مسلحي القيادة الحوثي سوق الثلاثين غرب مدينة إب وإطلاقهم النار بشكل عشوائي داخل السوق وتشهد مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوضاعا أمنية متردية نتجة انتشار السلاح وعبث عناصر الميليشيات نظرا لأهمية المقالة الذي كتبه المفكر العربي برهان غليون ونشرته صحيفة العرب الجديد تحت عنوان عن سفينة العرب الغارقة وقال غليون في جزء من المقال أمام هذه الإخفاقات التاريخية الكبرى فقدت المجتمعات أي أمل في الدولة والنخب الحاكمة والسائدة في بلدانها ولم تعد تثق بأن هناك من يمثلها ويدافع عن مصالحها وحقوقها وكرامة أبنائها واستقلالهم لا في الداخل ولا في الخارج لا بين المثقفين ولا بين السياسيين فأصبح القلق على المستقبل وانعدام الثقة والأمن واليقين ثقافة سائدة لدى شعوبنا وتربة خصبة لروح التمرد والاعتراض والاحتجاج والهرب من القانون بقدر ما تحول القانون ذاته إلى أداة لتأبيد سلطة النخب الحاكمة وأصبحت السلطة ذاتها مساوية في الذهن والواقع معا للعنف والعسف والقهر والاحتقار وتحولت السياسة من تأسيس لمبدأ الحرية والمشاركة في القرارات المصيرية إلى شرعانة لمبدأ القمع الممنهج بهدف تجين الأفراد وضبط سلوكهم وتنظيمه من خلال ترسيخ ردود الفعل المطلوبة عندهم أي تأهيلهم للعبودية والطاعة من خلال العقاب والثواب هكذا أصبح العالم العربي نتيجة هذه الإخفاقات والخيارات التي قادت إليها أكبر مصدر للأيد العاملة العاطلة عن العمل خلال العقود الخمسة الماضية وأول منتج للحركات الراديكالية والمتطرفة بصرف النظر عن العقيدة التي تشرعن بها تمردها وانشقاقها وأعظم مورد للاجئين الذين يقفون منذ إجهاض ثورات الربيع العربي بالملايين على أبواب أوروبا وفي الواقع جميع الدول هربا من الجحيم وأملا في دخول أي جنة معودة بينما أدى العجز عن بناء استراتيجية وطنية ناجعة للدفاع عن المصالح الوطنية وحماية المجتمعات من التهديدات الخارجية واستمرار الاعتماد على حماية الغرب والالتحاق به إلى فقدان أي من معاني الاستقلال وفي النهاية إلى التسليم لإسرائيل والرهان على حماية من كان من المفروض أن تبنى القوة لمواجهة عدوانه بينما لم يبقى للأجيال الجديدة لضمان مستقبلها سوى الرهان على فتاة اقتصادي ريعي وتوزيعي تحركه شهوة مراكمة المال والثروة بينما لا تزال الحرب مستمرة يطرح الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من اليمن هذا الصيف سؤالا لا مفر منه هل تم تحقيق أي هدف في الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات ويقول فرانك جاندر مراسل بي بي سي الأمني حتى الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل لنبدأ مع الجانب السلبي ما الذي فقدته اليمن مع حجم كارثة ذهلة أو مذهلة للغاية وقال المراسل هناك أكثر من ثلاثين جبهة أمامية ونزوح أكثر من ثلاثة فاصل ثلاثة مليون شخص ما يحتاج ثمانين في المئة من السكان إلى المساعدة والحماية بما في ذلك عشرة ملايين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية لذا فإن اليمن أفقر بلد في العالم العربي قد غرق أكثر فأكثر في الفقر والكوارث الاقتصادية وأفاد الموقع حرب اليمن لم تبدأ مع الحملة الجوية في مارس 2015 لقد بدأت قبل ستة أشهر عندما قام الحوثيون وهم مجموعة قبلية صغيرة لم يسمع بهم أحد من الشمال الجبلي للتحرك نحو صنعاء وسيطروا عليها وطردوا حكومة الشرعية وبعد سنوات من الحرب وبالنسبة للمملكة العربية السعودية التي غرقت بمليارات الدولارات فإن هذه الحرب والتي تجد الآن أن مدنها ومطاراتها مستهدفة بانتظام قبل طائرات الحوثي المتطورة بشكل متزايد فإن المكاسب أقل وضوحا أطفال اليمن دون مستقبل بعد قيام الميليشيات بتدمير حاضرهم وعنونت صحيفة الشرق الأوسط الشرعية تتهم الحوثيين بتدمير حياة أربعة ملايين طفل حيث أعلنت الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية دمرت حياة أكثر من أربعة ملايين طفل يمني ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جراء ظروف الحرب التي شنتها مستغلة على وضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية والدفع بهم إلى جبهات القتال وقال المندوب الدام لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال ونزاع المسلح قامت الميليشيات الحوثية المسلحة في حربها الهمجية أو على الشعب اليمني بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل يمني واستخدمتهم في الصرعة ما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى مقتل ثلاثة ألاف ومائتين وتسعة وسبعين طفلا وطفلة في انتهاك صارخ للقانون الدول الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل نقل موقع عربي بوست عن رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قولها إنها تسحب من الحرم المكي يوميا نحو تسعة آلاف نسخة من المصاحف غير المعتمدة خلال الحج والعمرة وشهر رمضان مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب في المسجد الحرام خالد الحارثي قال إن الرئاسة العامة توفر أكثر من مليون مصحف بالحرم المكي لكن بعض زوار وقاصدية المسجد الحرام بحثا عن الأجر يدخلون نسخا من المصاحف غير المدققة أو ناقصة الصفحات وعن تلك النسخ غير المعتمدة أوضح أنه يوجد بها أخطاء أو أوراق منزوعة مشيرا إلى أن أغلبها طباعة سورية وكانت السعودية قد أعلنت وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص إلى البلاد لأداء مناسك الحج نعم الطغاة في صعود لكن الناس في جميع أنحاء العالم يقاومون تحت هذا العنوان كتب جاكسون ديل مقاله المنشور في صحيفة الواشنطن بوست والذي ترجمه على الدين أبو زينة والمنشور في موقع الغد الآن أصبح قول إن العالم يمر بفترة من تراجع الديمقراطية من الأنباء القديمة فعلى مدى 12 سنة متتالية تجاوز عدد البلدان التي تقلصت فيها الحرية عدد تلك التي توسعت فيها الحرية بحسب فريدوم هاوس المستبدون يصاعدون القمع والحركات الشعبوية تصاعد في أوروبا والولايات المتحدة وتقدم الصين والروسيا نماذج جديدة من ديكتاتورية التكنولوجيا الفائقة يؤشر هذا الانجراف على اتجاهات سيئة للحكم البشري في القرن الـ 21 وهذا هو السبب في أن من المشجع ظهور اتجاه مضاد غير متوقع وغير معلن في صيف العام 2019 لقد بدأت حركات جماهيرية من الناس الذين يقاومون الاستبداد الجديد بالظهور في جميع أنحاء العالم وفقاً للاري دياموند البحث في جامعة ستانفورد الذي يدرس الديمقراطية هو أننا نمر بلحظة متقلبة وربما تاريخية ويعتمد الكثير على الكيفية التي تستجيب بها الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات القائمة لما يجري حتى الآن كان سجل الولايات المتحدة في هذا الشأن مختلطاً إنه يعتمد على ما إذا كان الرئيس ترامب وهو صديق موثوق للمستبدين والشعبويين قد تدخل بثقله أم لا وحيث لم يفعل كما حدث مع السودان ومولدوفا لعب المبعوثون الأمريكيون دوراً إيجابياً اتضح أن أعداداً كبيرة من الناس حول العالم ما يزالون يريدون الديمقراطية بما يكفي لينزلوا إلى الشوارع للمطالبة بها ولا تكمل المشكلة في تلك الأماكن في الإرادة الشعبية وإنما في سلبية الحكومات الديمقراطية الراسخة والتي لا ترغب في معظم الأحيان هذه الأيام في الدفاع عن الحرية في أماكن أخرى ولعل تراجع الولايات المتحدة في هذا الصدد هو الذي يهم أكثر ما يكون ويقول دياموند يمكن أن يحالفنا الحظ ونرى بعض الدول وهي تتغلب على الاستبداد حتى في غياب مساعدتنا وتشجيعنا ولكن بينما يظل ترامب هو الرئيس فإن الركود الديمقراطي يبقى مرشحاً للاستمرار على الأرجح في حدث يبين حجم المخاطر المحيطة بالأرض رصد علماء كويكباً اقترب كثيراً من الأرض وتتسبب هذه الكويكبات في حال صدامها بالأرض بحدوث أضرار مدمرة أشبه بانفجار القنبلة النووية وعنونا موقع الدي دابليو كويكب بقوة ثلاثين قنبلة نووية يقترب من الأرض حيث رصد خبراء كويكباً يتراوح قطره ما بين 187 إلى 427 قدماً على مسافة قريبة جداً من الأرض قدرت بنحو سبعين ألف كيلو متر أي أقرب من القمر إلى كوكبنا وأطلق العلماء على هذا الكويكب اسم أوكي 2019 وفقاً للخبراء فإن الصدام هذا الكويكب بالأرض فسوف يحدث انفجار مشابهاً لانفجار قنبلة نووية ويخشى الآن دوفي عالم الفلك بجامعة سوينبرن الأسترالية من أن يصل حجم الدمار الذي سيخلفه هذا الكويكب إلى أكثر من ثلاثين ضعف حجم دمار انفجار القنبلة الذرية في هوروشيما اليابانية وحذرت ناسا من هذا الكويكب الذي هو واحد من أربعة كويكبات قريبة من الأرض باعتباره الأخطر نظراً لكونه الأكبر حجماً والأقرب مسافة من الأرض حسب الوكالة الأمريكية وتتوقع ناسا أيضاً أنه لن يكون الكويكب الوحيد الذي يهدد كوكبنا بل أنه واحد من مائة وخمسة وستين كويكب ضخم يهدد الأرض في الفترة من العام الجاري وحتى عام 2116 ويتفق العلماء بشكل كبير بأن كويكباً مشابهاً قد وضع حداً للحياة على الأرض في عصر الضينصورات هل تسنى للمصريين قبل أكثر من أربعة آلاف سنة عبور المتوسط على متن مراكب مصروعة من البردي وصولاً إلى البحر الأسود لقطع الشك باليقين استعد باحثون لخوض هذه المغامرة بوسطة مركب من هذا النوع صنعوه في بلغاريا واتوعان صحيفة الحياة اللندنية مغامرون يختبرون فرضية عبور المصريين البحر الأسود بمراكب من القصة سينطلق فريق مؤلف من أربعة وعشرين باحثاً ومتطوعاً من ثمانية بلدان من مرفع فرانا البلغاري بقارب أبورافور المصنوع من القصب لإجتياز سبعمائة ميل بحري أي ما يقدر بألف وثلاثمائة كيلو متر عبر مضيق البوسفور وبحر إيجي وصولاً إلى جزيرة كريت وقال قائد البعثة الألمانية دومينيك غورتاتيز لوقالة فرانس بريس أن الفريق يسعى تحديداً إلى إثبات صحة فرضية المؤرخ اليوناني القديم هيروندوس فهو كتب أبحر المصريون عبر البحر الأسود الحصول على مواد لم يتمكنوا من الحصول عليها من شرق البحر المتوسط وقال الفريق إنهم استلهموا تصميم القارب الذي يبلغ طوله أربعة عشر متراً من الرسوم الصخرية القديمة الموجودة في صعيد مصر والقوقاز ووفقاً للصحيفة فقد تم استخدام إثنى عشر طناً من قصب توترا وكيلو مترين من الحبال لتنفيذ هذه المركب الذي سيكون له شرعان يبلغ مقاسهما ثنين وستين متراً مربعاً واربعين متراً مربعاً ومجرد وضعه في المياه الخميسة القادم سيحتاج القارب إلى أسبوعين ونصف أسبوع حتى يمتص الماء وهو يستوعب ما بين خمسة وعشرة أطنان من المياه جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الدلي تليغراف البريطانية والتي وثقت عدداً من الأحداث من مناطق مختلفة حول العالم نتابع اشتركوا في القناة رسوم الكريكاتير أو رساموها الكريكاتير يمتلكون وجهة نظر خاصة في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها مجموعة من رسوم الكريكاتير نتابعها معكم في هذه الفقرة ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم الكريكاتيرية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وكشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء